أعزائي طلاب الصف السادس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم درسا جديدا من دروس العلوم بعنوان تطبيقات على التغيرات الفيزيائية من حياتنا اليومية ونبدأ أولا بأهداف الدرس يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن تذكر بعض التطبيقات على التغيرات الفيزيائية من حياتنا اليومية دعنا نتذكر ما درسناه في الدرس السابق عن التغيرات الفيزيائية حيث تعلمنا أن التغيرات الفيزيائية تغيرات تطرأ على صفات المادة مثل الحجم والشكل دون أن تغير من نوعها ولا ينتج عنها مادة جديدة وتعلمنا أيضا أن هناك أنثلة كثيرة على التغيرات الفيزيائية مثل انصهار الجليد وذوبان السكر في الماء وتبخر الماء أيضا وعند النظر عزيزي الطالب إلى المواد من حولنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال هل هناك تطبيقات على التغيرات الفيزيائية من حياتنا اليومية؟ دعنا نجيب عزيزي الطالب على هذا السؤال بعد التعرف على هذه التطبيقات وأول تطبيق على التغيرات الفيزيائية من حياتنا اليومية تحلية مياه البحر ويقصد بها تبخير ماء البحر وتكثيفه للتخلص من الأملاح الموجودة فيه ونلاحظ في هذه الصورة محطة لتحلية الماء في قطر حيث يتم تبخير الماء وإعادة تكثيفه للتخلص من الأملاح الموجودة فيه ليصبح الماء صالحا للشرب ذكرنا عزيزي الطالب أن تحلية مياه البحر تتضمن عمليتي التبخير والتكثيف وهذا فعلا ما يحدث في دورة المياه في الطبيعة حيث أنه عندما يسخن الماء يبدأ بالتبخر فيصعد البخار إلى طبقات الجو العليا فيتكاثف ويعود إلى سطح الأرض على شكل أمطار كما يوضح هذا المقطع من الفيديو وعند تبخير مياه البحر وإعادة تكثيفها لا تنتج مادة جديدة لذلك تعد هذه العملية تغيرا فيزيائيا ومن التطبيقات المهمة أيضا على التغيرات الفيزيائية استخلاص اللون تمثل النباتات في الطبيعة مصدرا مهما لصناعة الأصباغ حيث يتم استخلاص الألوان من أوراقها لإعداد هذه الأصباغ واستخدامها في صبغ الأطعمة مثلا ونلاحظ في الصورة أوراق بعض النباتات الصبغية التي نستخلص منها الألوان التي نصنع منها الأصباغ ويقصد باستخلاص اللون عملية يمكن من خلالها الحصول على الألوان من أوراق بعض النباتات لاستخدامها في صبغ الأطعمة مثلا كما نلاحظ في هذه الصور وليتم الحصول على الألوان يجب وضع أوراق هذه النباتات في كأس زجاجية وإضافة الماء الساخن إليها وذلك مثل أوراق الشاي وأوراق الزعفران وأوراق الورد كما هو موضح في الصورة أعلى وأريد أن أسألك سؤالاً عزيزي الطالب لماذا تعتبر عملية استخدام الألوان في صبغ الأطعمة تغيراً فيزيائياً؟ أحسنت إجابة صحيحة ذلك لأنها تغير لون الطعام فقط دون أن تنتج مادة جديدة أحسنت بارك الله فيك ودعنا نأخذ الآن أمثلة على ذلك المثال الأول كما نشاهد في الصورة تغير لون الماء عند إضافة أوراق الشاي إليه والمثال الثاني تغير لون الأرز عند إضافة أوراق الزعفران إليه وننتقل الآن إلى تطبيق آخر على التغيرات الفيزيائية ألا وهو دباغة الجلود ويقصد بدباغة الجلود عملية تحويل جلود الحيوانات إلى منتج مفيد كما هو موضح في هذه الصورة وتستخدم هذه الجلود في صناعة الحقائب والأحذية وغيرها من الصناعات الجلدية وربما تتساءل عزيز الطالب كيف تتم هذه العملية تبدأ هذه العملية بالحصول أولاً على الجلود وتنظيفها ومن ثم صبغ الجلود وقصها وأخيراً تشكيلها للحصول على منتج مفيد منها ودعني أسألك سؤالاً عزيز الطالب لماذا تعتبر عملية دباغة الجلود تغيراً فيزيائياً؟ أحسنت إجابة صحيحة وذلك لأن التغير حدث في شكل الجلد ولم تنتج عنه مادة جديدة ودعنا الآن ننتقل إلى تطبيق آخر على التغيرات الفيزيائية من حياتنا اليومية ألا وهو غزل الصوف حيث يقصد بغزل الصوف عملية تحويل الصوف إلى خيوط قبل استخدامه في الصناعة ويتم الحصول على الصوف من الحيوانات كما هو موضح في هذه الصورة المجاورة وتتم هذه العملية من خلال أولاً الحصول على الصوف من الحيوانات وتنظيفه ومن ثم صبغه ومن ثم غزل الصوف والحصول على منسوجات صوفية والسؤال الآن الذي أريد أن أطرحه عليك عزيز الطالب لماذا تعتبر عملية غزل الصوف تغيراً فيزيائياً؟ أحسنت، إجابة صحيحة وذلك لأن التغير حدث في شكل الصوف ولم تنتج عنه مادة جديدة تعلمنا في هذا الدرس عزيز الطالب تطبيقات على التغيرات الفيزيائية من حياتنا اليومية وأخذنا مجموعة من التطبيقات أهمها تحلية مياه البحر واستخلاص اللون ودباغة الجلود وغزل الصوف وجميع هذه التطبيقات تغيرات فيزيائية لا ينتج عنها مواد جديدة وصلنا الآن عزيز الطالب إلى فقرة التقويم وهي كما تعودنا مجموعة من الأسئلة سنجيب عليها سوياً ونبدأ بالسؤال الأول ما نوع التغير في عملية تحلية مياه البحر في دولة قطر أحسنت إجابة صحيحة إنه تغير فيزيائي وننتقل إلى السؤال الثاني لماذا تعد صناعة الحقائب من الجلد تغيراً فيزيائياً إجابة صحيحة بارك الله فيك وذلك لأن التغير حدث في شكل الجلد ولا ينتج عنه مادة جديدة ولا تنسى عزيز الطالب الإجابة على سؤال درس اليوم الذي سيرسله لك المعلم انتهى درسنا لهذا اليوم وبرك الله فيك عزيز الطالب ووفقك لما فيه الخير وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر